بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنبدأ مع بعض التصميم التالت من سلسلة كريت ويبسايت فروم بريفيو. للناس اللي ما حدرتش الكورس الاول والتاني. الكورس ده يا جماعة بيكلم عن انت ازاي توظف الحاجات اللي تعلمتها في الاتش تي مال والسي اس اس بازداراتهم والجي كويري معاهم. ازاي توظف الحاجات اللي انت تعلمتها في اللغات دي كلها بان انت تشوف اي بريفيو زي كده صورة جي بي جي وان انت تكودها مباشرة من غير ان تتعامل مع اي برنامج جرافيك. يعني الكورس ده مش تحويل ملاف بي اس دي لاتش تي اميل. لا. الكورس ده زي ما قلنا عبارة عن توظيف ازاي تعلم توظف الحاجات اللي انت اتعلمتها. في حاجات كتير في الكورس ممكن تتعامل ببلاجين جاهزة زي مسلا السلايدر انت شايفينه ده. فبدأ من استخدم بلاجين جاهز هنعمل الحاجة دي بادينا عشان نتعلم ازاي نوظف الحاجات اللي تعلمناها بالجي كويري. من باب بس ان انت تطور نفسك. لكن بعد كده في المستقبل ان شاء الله لما تحترف الموضوع عادي جدا ان انت تستخدم اي بلاجين جاهز عشان يعمل لك المطلوب وما فيش اي مشكلة خالص في الموضوع ده. في المقدمة هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا في التصميم زي ما انتو شايفين احنا عندنا الصورة جي بي جي وعندنا الملف البي اس دي مفتوح بالفوتوشوب. في ناس كتير ما عندهش فوتوشوب وعايز اتكود من الصورة دي. الاتنين ما عندكش مشكلة تكمل الكورس عادي سواء عندك فوتوشوب او لا. هتقدر ان شاء الله بسهولة تتماشى مع الكورس وهنقول ازاي طبعا الكلام ده دلوقتي. عندنا حاجتين او بمعنى صح تلات حاجات هنتكلم عنهم ازاي نعملهم سواء عندي صورة زي دي وازاي نعملهم لو انا عندي ملف بي اس دي. وهنشتغل باي طريقة منهم بس هنعرفك الاتنين بتعملوا ازاي. اول حاجة هي الالوان. الكالرز الموجودة في الصورة دي. اقدر انا اعمل بيج كالر. اطلع الكالر دائما بالصورة العادية دي من الويب او من الفوتوشوب. هنشوف مع بعض المسال حالا قبل ما ندخل في الكورس. زي ما انتم شايفين يا جماعة انا بحست عن اسم البي اس دي لا هنشتغل عليه اسمه تاناتوس بي اس دي. بحست عنه هنا زي ما انتم شايفين اهو. وعندي اضافة في الجوجل كروم او في الفاير فوكس لو انتم تستخدموا اسمها في اسمها كالر زي لا. ودي بتعملك بتعمل بتعمل بيج كالر من الصفحة شايفين? هعمل بيج كالر للون اهو. يعني اقدر انا اجيبه هنا عادي جدا. اقدر اجيبه من الصفحة او افتح الصورة يعني ارفع الصورة على موقعي وافتحها زي كده. واطلع منها اللون عادي. وعندي اضافة اسمها برضو اهي بتجيب لك اي صورة تحط عليها الكلام طبعا اضافة مش دقيقة مية في المية لكن تقدر تساعدك كتير ان انا احط ده على اي فونت يجيب لي نوعه. طبعا زي ما قلت لكم الاضافة دي مش دقيقة جدا هتحتاج منك شوية خبرة في الخطوط. ولو انت عندك الموضوع هيكون جميل ما فيوش اي مشكلة بالعكس انا مش ضد استخدام فوتشوب ابدا بالعكس جميل جدا ان انت تستخدمه. وجميل جدا انت تطلع منه المساحية وتطلع منه نوع الخطوط والكلام ده كل. طيب عرفنا احنا دلوقتي وعرفنا اللي هو الفونت. وطبعا السور مش محتاجة احكي لكم ان انت تكتب اسم الصورة هنا وتحملها من جوجل وتنزلها في جهازك. ندخل على الفوتشوب. ازاي اجيب حرف الاي بيعمل لك دي اللي تقدر تجيب منها اللون شايفين? اهو. جاب اللون اهو. ده اللون بتاعي اللي انا هشتغل به. قدر اجيب لون من اي مكان طبعا. شايفين اللون بيتغير ازاي? ده بالنسبة للون. نيجي للخط ازاي يعرف الخط? هعلم بس كده على اي كلام من مكتوب. بوش كتب لي ايه? هعلم على البراجراف مسلا. جاب لي بيقول لي ان الخط ده مش موجود في الجهازي. طبعا انا شلت الخط من جهازي عشان اواريكو الرسالة دي لما تطلع لك تعمل ايه? الرسالة دي لو طلعت لك معناها الخط ده مش موجود في جهازك. فبتنزله خلاص لو نزلته مش هتطلع لك الرسالة دي. ساعتها هتعلم على الكلام هتلاقيه جيب لك نوع الخط فوق هنا. بعد ما جيبنا يا جماعة على الخطوط فاضل ان احنا نجيب السور. اي صورة عندي في التصميم هنا اقدر اجيبها بسهولة جدا. يعني عندي انا هنا ده بصوا هو اللي انا اشغال عليه. عندي جواه حاجة اسمها اهي. هنبص مع بعض كده. جواها اهي طبقة الصورة شايفينها? عبارة عن سمارت لاير. فتحتها اهو في صورة تانية جات لي عادر اجيب الصورة من هنا اقدر اصيفها من هنا او اصغر مساحتها. اعمل فيها اللي انا عايزه. عشان اطلعها في التصميم. شايفين طبعا العرض بتاعها كبير جدا. نقدر نجيب صورة بدلها. وحطها في مجلد التصميم زي كده. الصورة بتاعتي اهي. واحطها بعد كده في التصميم. كده يا جماعة المقدمة عرفنا منها بس ازاي نطلع من الفوتوشوب ومن الصورة العادية. ازاي نجيب نوع الخط من هنا ومن هنا. ازاي نجيب الصور من هنا ومن هنا. كده احنا جاهزين عشان نشتغل بالطلقتين. طبعا انا هشتغل بدي او دي الاتنين واحد ما عنديش مشكلة. المهم الخلاصة انت بيعارف ان انت عندك فوتوشوب او ما عندكش. هتقدر بسهولة ان انت تجيب الالوان والخطوط والكلام ده كله. طبعا المعلومة الاخيرة يا جماعة قبل ما اقفل المقدمة احب اقول لكم ان الكورس ده كله من السفر لايف ديزاين. انا ماشي معاكم فيه وبكوده كاين يقعد ولا فيه تحضير ولا اي حاجة عشان اتمنى ان يكون فيه اخطاء عشان نشوف ازاي نصلحها واحنا شغالين في الكود. يا رب المقدمة تكون بسيطة وسهلة وهوفرت عليكم شوية معلومات قبل ما ندخل في الديزاين الفعلي. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وشكرا.